السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم عودة على أبرز التصريحات في تونس وفي الخارج على ملف الهجرة وعلى خطاب رئيس الجمهورية البارح في مجلس الأمن القومي خطابه معناها تعدى الحدود التونسية وعلقوا عليه أجانب في هذا الخصوص ملف الهجرة نحب نقول يقلق برش أطراف دولية إيطاليا متقلقة فرنسا متقلقة أوروبا بشكل عام متقلقة لم يريك متقلقة الكل يعني اللي يعانيه من الهجرة الكل ماذا بيهم كل حد يشد بلاده ويقض لأنه فم أزمة اقتصادية عالمية اليوم وكل الأطراف تحاول تضغط على الطرف الآخر المهم أين أختاني رئيس الجمهورية البارح أحكي في مجلس الأمن القومي قال بأنه الوضع غير طبيعي وقال بأنه منذ نحو قرن فما محاولات لتغيير الديمغرافية في تونس وقال بأنه من 2011 حتى التوى فما أطرافت ورطت واخذيت أمول طائلة من أجل توطين المهجرين الأفريقى في تونس وما عادش الوضع يحتمل وقال بأنه مجلس الأمن القومي لازم ياخذ إجراءات اليوم فما برشا مطالب من عدة أطراف نشطة سياسيين ومتابعين ومحلين العديد منهم يقولوا بأنه لازم يتم إعادة العمل بالتأشيرة الفيزا وهذا بشي حد ما يدخل من غادي إلا بالفيزا الإشكال اللي هما ما همش فما برشا من غير وثائق داخلين بطريقة خلصة توقعات بأنه مجلس الأمن القومي بشي قر إجراءات من بينها تشديد العقوبات ولا الرقابة على الحدود متاعنا مع الجزائر ومع ليبيا يعني الزوز في نفس الوقت هذا كان جروسوم ودو يعني الاستشرافين شنوه بشي يصير الخطاب في تونس برشا ناس راح بتبيه مواطنين توينسة ناس اللي متقلقة راهو ما هوش عنصورية ولا حاجة نو بديتو أما على الممارسات اللي سايرة على العبادة اللي بلاش وثائق الدور على برشا مشاكل أخرى المهم أنه برشا ناس موافقة رئيس الجمهورية في كلمه وفي قراراته فما جزء آخر اللي يقول لك أنه لازم نتمسكه بالمبادئ الإنسانية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان منتدى الحقوق الإقسادية والاجتماعية اليوم يقول لك وأنه معناها ختاب رئيس الجمهورية مخيب للأمال وهذو ما ناس ما يلزمنا نحترموهم ونعملوهم بإحترام وفما الحقوق وحقوق الإنسان والحريات وإلى غير ذلك إيه مع تطبيق القانون إذا كان أجرمو ولا عملو حاجة ولكن لا للإهانة متاحهم ومعاملتهم بطريقة غير إنسانية المهم نرجع معكم بقيت لكم إلى مواقف دولية بشأن ختاب قيس سعيد البرح عليش نحكي؟ نحكي على الكاتب والناشط السياسي الفرنسي المثير للجدل إيريك زيمير اللي رحب بتأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توفد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس وانشر زيمير اليمين المتطرف والمترشح السابق للانتخابة الرئاسية على حسابه بموقع تويتر خبر حول فحوى اجتماع مجلس الأمن القومي اللي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد البيرح وكتب تعليق شو قال؟ قال الدول المغاربية نفسها بدأت في دق ناقص الخطر في مواجهة تصاعد الهجر وقال هنا تونس هي التي تريد اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شعبها وتسائل قال ما الذي ننتظره لمقاومة الاستبدال العظيم هو يقصدون الاستبدال العظيم كما تقريبا اللي قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد البيرح تغيير التركيبة الديمغرافية في تونس أو يسميه معناها الكتب يسميه الاستبدال الكبير أو الاستبدال العظيم يقول هي نظرية نظرية مؤامرة يمينية ترى النخبة اللي تتبنيها ان السكين الفرنسيين البيض والسكين الاوروبيين مسيحيين البيض عموما يتم استبدالهم بشكل منتظم بغير الاوروبيين خاصة السكين العرب والمسلمين والافرقة من خلال الهجرة الجماعية والنمو السكيني انها تربط وجود المسلمين في فرنسا بخطر محتمل وبتدوير الثقافة والحضارة الفرنسية وفي الانتخابات الرئاسية اللي فاتت وعد زمار في برنامج انتخابي بانهاء الهجرة وإلغاء حق لم جمل الأسر والوجوء إلى طرد المهجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الاوروبيين ودعاء المسلمين إلى الاندماج وتعهد أن يطرح كل هذه التدابير على الشعب الفرنسي للاستفتة وقال بقاءنا لا يخضع لحسن نية القضاة الأوروبيين وقال هذا البرنامج يأتي في إطار مقاومة الاستبدال العظيم حسب زمار رئيس الجمهورية البارح كان واضح في الخطاب وقال وضع غير طبيعي قال جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة ويقول هذا ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا على أنها مجرمة قانونا حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية كما زادت دعاء للعمل على كل الأصعد الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجنب في تونس والاجتياز الحدود خلصة ويعتبر أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدعي في نفس الوقت أنه يدفع عن حقوق الإنسان بتابعة الحال معنى أحكي على برشة تفاصيل جهد في وقت اللي فهم أرقام كبيرة وكيلة الاتحاد الأوروبي للوجوء هذا لوجوء شيء آخر ولو نحن نحكي على المهاجرين غير الشرعيين أما ثم قرابة مليون شخص مليون شخص تقدموا بطلبية لوجوء للاتحاد الأوروبي عام 2020 وهذا العدد مضاعف فود عدد الطلبية المقدمة في العام اللي قبل في عام 2021 وهذا رقم كبير زد عليهم المهاجرين الأفريقاء وكل به خليني نرجع شوية لمواقف تونسية من خطاب رئيس الجمهورية البيرح مسعود الرمضاني الرئيس السابق للمنتدى تونسي للحقوق الإقصادية والاجتماعية يعتبر وأنه ما جاء في موقف رئيس الجمهورية قيس السعيد بخصوص الأفريقاء أمر مخجل ويمس من سمعة تونس اللي تربيت على مبدء الحرية والديمقراطية وقال الرمضاني بأنه موقف رئيس الدولة خطير ودعام نظمية المجتمع المدني أنها تصلح هذا وتبين اللي تونس بلد يحترم حقوق الإنسان والمساويت بين كل الناس وقال مسعود الرمضاني أنه لا توجد أرقام حقيقية حاول تواجد الأفريقاء من جنوب الصحراء في تونس وبين أنه الرقم لا يدل على أي شيء والاحديث عن توطين الأفريقاء لأساس له ميناء الصحة ثم زيد أخبار نقلته اليوم إذاعت شمس أفهم قالت بأنه فما وحدة أمنية في مدينة القصرين انطلقت في تنفيذ حملات للقبض على مهجرين غير نظاميين من دول أفريقية جنوب الصحراء وتم القبض على عدد منهم في زوز محطات متاع كيران ومحطة متاع كارو ومحطة متاع لواجيت وهذه بعد دعوة رئيس الجمهورية قيسة سعيد للعمل على كل الأصعدة لتطويق هذه الظاهرة نشير زيدا إلى أن البرحة وزير الخارجية تونسي نبيل عمار تلقى مكالمة هدفية من نظيره الإيطالي وزير الخارجية الإيطالية وحكيه على أنه إيطاليا مستعدة بشتواصل تدعم تونس اقتصاديا ولداء المنظمات المالية الدولية وشيد الوزير بعلاقات صديقة العريقة بين تونس وإيطاليا وعبر على استعداده لتطويرها في جميع الميادين خدمة لمصلحة الشعبين وصديقين وجه دعوة لأداء زيارة عمل إلى إيطاليا لتكريس سنة التشاور بين البلدان